ووصلنا لفقرتنا الأخيرة بصباحنا ورح نحكي عن الشعر وإيمد بهر الشعر وشو هي الأمراض اللي ممكن تأثر على الشعر وأهم الشي الحالة النفسية رح تقبرنا أكتر خبيرة التجميل غزل الزحيلي صباح الخير غزل سهد صباحكم أهلا سهلا فيك أهلا فيكم سهد صباحكم أهلا سهلا فيك يعني بيقولوا نصف جمال المرأة بشعرها أو نصف الأطلالة بتكمل بشعرها خليلة قبل ما نفوت على علاجات تساقط الشعر شو أسباب تساقط الشعر؟ هلأ في عنا كثير أسباب بس أكتر الأسباب الشائعة هي أول شي الحالة النفسية الحالة النفسية كثير بتأثر على الشعر أحيانا كمان ممكن نضيف أنه فقر الدم نقص الحديد بيأثر كمان على الشعر بيخلي التساقط يزيد كمان أثناء فترة الحمل وبعد فترة الأرضاع بيصير عنا نقص فيتامينات كمان بيسبب تساقط بالشعر هدول يعني تقريبا أهم الأسباب نحن عنا ياها وموضوع الغدد الدرقية كمان بتأثر على تساقط الشعر كل ما كبر الشخص بالعمر بيصير عنده هر الشعر أكثر لأنه غدد الدرقية معت تفرز المواد مثل ما كانت تفرزها قبل نعم غزال يعني كثير من نسمع خلايا جزعية خلايا جزعية يعني بالبيت داية خلينا نعرف شو هي الخلايا الجزعية شو العلاقة بتساقط ولا بنمو الشعر هلأ الخلايا الجزعية شي جديد اكتشفوا العلماء كنا أول شي نجيبه أنه فقط من الأجنة يعني أنه من المشيمة أنه يسحبوا الخلايا الجزعية بس أنه نفس البيبي اللي أخذنا منه الخلايا الجزعية بنعطي هلأ صار فيه تطور شي أكتر صاروا يسحبوا من الدهون الخلايا الجزعية ويحطوها للشعر لتشققات الحمل لعلامات التدخين اللي بتطلع حوالي التم صارت كثير تعطي نتائج ممتازة وبالأخص للشعر لأنه هي الخلايا الجزعية ميزتها أنه تنقسم وتشكل مثل الخلايا اللي حطيتها بقلبه خلينا نحكي أكتر كيف يتم هذا العلاج؟ بيتم بالحقن ولا فيه إليه آليات؟ هلأ نحن نتبع أسلوب معين للعلاج أول شي بتجي المريضة بنشوف شو السبب الرئيسي لتساقط الشعر بنعمل تحليلات اللازمة أول شي لازم نشوف قد نقص الحديد نقص الفيتامين دا الممكن يأثر على تساقط الشعر بعدين بنبلش بالعلاج هلأ بنحط خلايا الجزعية مع بلازما كثير عم تعطي نتائج ممتازة البلازما بنسحبها من الدم بنسفل الفيتامينات عن الدم بنطلع هاي الفيتامينات بنحطها مع الخلايا الجزعية بنحقنا حقا عن الرئيس هلأ تكلفة الخلايا الجزعية تتراوح بين السبعين للميع حسب كل مركز الو سعره أكيد غزالة نحنا بيئة الخلايا الجزعية نحنا منعالج ولا نحنا مثلا إذا في حالة صلع فينا نحقن خلايا جزعية مع بلازما بيرجع بيطلع نمو أو للشعر الخفيف خلينا هيك بس نركز عليه هلأ هو بدنا نشوف إذا كمان في عامل وراسي للصلاة إذا كان في عامل وراسي للصلاة رحنا منحاول أنه يكون من عمر مبكر منحاول نعالج بصيلات الشعر مشان ما يصير فيه ما عد فيه بصيلات بنوب تموت البصلة لذلك كل ما حقنا بكير كل ما كان أحسن طيب تكلفته هي عالية لما نحكي عن الخلايا الجزعية هلأ هو كورس بيجي ممكن نحقن أول مرة خلايا الجزعية مع بلازما تاني مرة ممكن نحقن ميز وشعر يعني من نوع مشان ما تكون التكلفة كتير كبيرة لأنه تكلفة الخلايا الجزعية السانتي تتراوح بين السبعين للمية حسب كل مركز قدي بيحط الأسعار البلازما يعني تقريبا 25-50 نعم ميزمة الحكم بالخلايا الجزعية للحواجب مثلا فكير ناس اللي عم تزرع هلأ ممكن بس هو يعني البصيلات طبع الحاجة بتجي كتير صغيرة وناعمة يعني فاقتها مو مثل فاقت الشعر مو مثل فاقت الشعر يعني فاقت الشعر كتير عم نلاقي نتائج حلوة وهي بتنحقن فترة بين تتراوح كل 15 يوم بنعمل جلسة تقريبا للستجلسات السجلسات بيعطوا نتائج كتير منيحة البصيلات كلها يعطي بتقوى بنعطي فيتامينات معهم كمان لأنه الفيتامينات ممكن يعني بتحسن بصيلات في أشخاص ممكن ما ينجح معهم علاج الحق بالخلايا الجزعية هلأ إذا كانت ميتة البصيلات أكيد ما هيستفادوا لأنه بتكون خلص ميتة البصيلة ما في شيء يتغزة بقى مشان هيك لازم نلحقها من قبل لما نحس أنه فترة أنه الشعر كتير عم يهر هلأ هو طبيعي بيهر الشعر 50 ل 100 شعره يوميا بس إما ينبلش في فراغات كتير بالشعر ممكن أنه هون نحقن خلايا الجزعية مشان نلحق الموضوع تماما نتيجة النتيجة اللي بنأخذها بعد الحقن أمد بتطلع وأمد بيبين معنا إذا من جلسة وحدة ولا بدنا عدى جلسات ولا بس خلينا نعرف أمد النتيجة هلأ الكورس رحنا بنتبعه تقريبا بين الأربعة لست جلسات فارق بينناتهم 15 يوم بين كل جلسة وجلسة هلأ بعدين يعني كل ستة شهور بنعمل تجديد يعني أنه بس أنه حقن يعني أنه خفيف مشان أنه البصيلات تظل أنه أكتف يعني تظل أن نشطه والنتيجة من أول جلسة بيصيروا بقى الشعرات البابي هير بقى بيطلعوا يعني من أول جلسة بتفرق معنا طيب رح نخلي هيك بالخطام نصائح إذا بتحبي تواجهها بموضوع استخدام الخلايا الجزعية بزراعة الشعر أو بتقوية الشعر أو عملية الحقن أول شي قبل ما نبلش خلايا الجزعية رحنا لازم نحلل نشوف أدي عنا نقص فيتامينات نقص حديد نشوف عنا الفيتامين دال بعدين لما بننتجه للخلايا الجزعية نخفف سيشوار نخفف بيبي هير نخفف ليس يعني نخفف دول القصص لأنه كلها بتأثر على الشعر كلها بتتعب الشعر نخفف مواد اللي بتليس الشعر لأنه هاي كلها يعتم مواد كيميائية عم تنزع الشعر وكمان الشامبو نستخدم يا شامبو أطفال يا شامبو طبي يكون قليل رغوة لأنه كل ما كان قليل رغوة كل ما كان أحسن وبس والتعليمات أيضا يمكن بمواسم محددة ممكن يهر الشعر ممكن بعد الحقن بعد سنة سنتين يهر الشعر أو تفقد يعني النتائج الصحيحة ولا لا هو يعني من النهاية هذا علاج يعني هو علاج مو أنه شي تجميلي فقط لمدة ستة شهر أو لا هو هذا علاج بنعالج في المسايلات يعني مدى الحياة مدى الحياة بس أنه هو يعني بده متابعة أي شي بده متابعة أنه نشوف على طول الفيتامينات والحالة النفسية كتير بتأثر هلأ كتير في رواءة هلأ بداية الربيع كتير رواءة إن شاء الله رواءة لكل غزل نحنا كتير منها نتشكرك ونهارك سعيدة